أكد مع علي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز المرونة في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا والدور الذي تطلع به مجموعة البنك الدولي في معالجة آثار الجائحة إلى جانب دعم النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر حاجة جاء ذلك لدى القائمة عليه بيانا أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمنديف التي تمثلها مملكة البحرين وشارم علي الوزير لأهمية الاستثمار برأس المال البشري وتفعيل دوره الأساسي ضمن عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال صقل الطاقات البشرية بالمهارات وتحقيق أعلى مستويات الانتاجية مشددا على أهمية دعم المرأة والشباب وضمان استفادة العنصر البشري من التعليم والرعاية الصحية وأكد وزير المالية أهمية تفعيل الدور المهم للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول النامية والمتأثرة بالنزاعات بجانب أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وصياغة أطر تشريعية قوية للاقتصاد الرقمي مع مراعاة حماية المستهلك وحماية البيانات ومخاطر الأمن السبراني ترجمة نانسي قنقر